سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدنا الكرام إلى هذا النقاش على المباشر سنتحدث عن الفوز المحقق للمنتخب الوطني في الأيام القليلة الماضية أمام المنتخب الطوغولي ردود الأفعال كانت واسعة من الجماهير الجزائرية التي تغنت بهذا الفوز وأيضا أشادت بلمسة جمال بالماضي بعد أن فاز الخضر كما تبعنا بأوروباية لهدف ردود الأفعال طبعا شهدناها من عديد الأطراف في كرة القدم الجزائرية اليوم سنتحدث عن الهدنة المؤقتة التي أبرمت بطريقة غير مباشرة بين خيردين الزتشي وطبعا معارضيه خاصة في الوسط الرياضي الجزائري طبعا هذه الهدنة ستكون إلى غاية جوان أي كأس أمم إفريقيا فوز يكون قد أراحى كثيرا خيردين الزتشي نتابع هذا التقرير الذي أعده فتح بوشعنان ثم نعود للنقاش للحديث عن هذه الهدنة أسعد باستضافة ضيفيني كريمين رضا عباس الإعلامي الرياضي أهلا وسحنا بك رضا أهلا وسحنا وشكرا على الاستضافة شكرا ويحضر معي أيضا محمد خزروني اللاعب الدولي السابق محمد مساء الخير أهلا مساء الخير فاروق ونشكرك الاستضافة شكرا طيب أبدأ معك محمد تابعت التقرير فوز المنتخب الوطني أمام الطوغو بقدر ما كان فوز أرحى كثير من الجزائرين لكن الفوز خاص جدا لخير الدين زتشي نعرف بأنه توقيت الفوز بالمباراة عقبه تأهل مباشر لكأس أمم إفريقيا ونعرف بأنه الدورة ستقام في جوان 2019 هل هذا الفوز سيريح زتشي من الناحية النفسية بعد الانتقادات التي طالته من عديد المعارضين هل بالماضي خدمت زتشي بطريقة غير مباشرة بأنه الهدنة ستكون سحقا طويلة نغانا بالطبع هنا الشيء اللي شفناه هو أنه المقابلة كانت مصيرية للفريق الوطني الجزائري ثانيا عدنا عدة سنوات مفزناش خارج الجزائر اليوم لعبنا مع منتخب لبس بيه منتخب طوغولي حتى وما شفناش المستوى اللي كان عودنا عليها المنتخب طوغولي يظهر به النتيجة كانت في الميدان عرف في الفريق الوطني الجزائري كيفاش يتخل في المقابلة فزناه بنتيجة ثقيلة نجو ما نقول بالأداء والأهدف فيما يخص الشي اللي كتكلم عليها على زتشي سيتوتا في نورمال خدم الزتشي لأن النتيجة هي اللي تخدم كل شيء قبل كيندفوك يدير النتيجة يتغطوه بزاف أمورات أخرين اللي حتكون للضغط نقص من ناحية أنه الكلام اللي تقال وتقال أنه الفريق الوطني يرى في مشاكل الزتشي في التسيير تالفيدرالية كيفاه ولو يسير الفيدرالية وكذا اليوم النتيجة هذه خدمة الزتشي بطريقة إيجابية لأنه المنتخب الجزائري احنا نتكلمه بوكو بلوس على النتيجة اللي عملها للمنتخب الجزائري هو فوز بطريقة لبس بها والناس قائشة شافت باللي كان فيها أهداف كان فيها الروح القتالية أمور كثيرة تغيرت في المقابلة هذه رضا هل أنت مع هذا الطرح ظاهريا بأنه فيه هدنة إلى غاية جوان هل تتوقف بعض الأقلام ربما عن انتقاد زتشي وتسييره لإتحادية أم هل النظر ستتغير يعني نجاح المنتخب هو نجاح لزتشي على رأس الاتحادية ونعرف بأنه الجمهور الجزائري أو المناصر الجزائري لا يهمه إلى المنتخب الوطني طلق كورويا كورة القدم الجزائرية وما يهمه الآن هو المنتخب الوطني هل أنت مع هذا الطرح أم ترى بأنه يجب أن نمر أو نبقى ربما ننتقد سلبيات ونتحدث عن كل شيء في التسيير أنا نشت من هوات الانتقاد من أجل الانتقاد لأنه إذا انتقدنا شيء يعني أن هذا الشيء هذا كل هذا الإنسان هذا كل الشخص هذا المسؤول ما راوش يعمل الدور تاعه كما ينبغي لأنه عندما ننتقد مثلا وزير يقول لك علش تنتقد وزير لأنه مدارش المهمة تاعه لكن عندما يدشن مركز أو مركزين هذا الوزير احنا ما نقدرش نهضر عليه لأنه تحضر هذه أمر باديهي اليوم باش نوليدك للمنتخب الوطني بغض النظر عن النتيجة النتيجة إيجابية لأنه كما كان يقول محمد عندنا بزه مربحناش قارش الديار واحدة تنين النتيجة هذه خلتنا نتأهل إلى نهايات كاس وهم إفريقيا 2019 النتيجة هذه إعادة نوعا ما بين قوسين الثقة في نفسية اللاعبين تاع المنتخب الوطني وحتى الطاقم الفني للمنتخب الوطني لكن من وافقش على محمد كي يقول لك هذه خدمة زطشي زطشي رحب يستثمر في هذا الفوز لإسكاتي أفواهي منتقدية لأنه كمالك في الفكرة بك ما ترحديش لأنه هذا الإنجاز إذا قلنا إنجاز بسكو إنجاز هذا الكلمة إنجاز ما إحنا درنا حاجة كبيرة إحنا نربحنا الطاقم الطاقم محمد كنا نشوف المقابلة كيف كيف نوية شفنا بلي الطاقم مع احتراماتي للطاقم منتخب ضعيف جدا 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 هذا لا يعني ولا ينقص من قيمة الفوز اللي حققناه لكن أنه زطشي إذا يختبئ ورع هذا الإنجاز لهذه النتيجة ويقول أنا خدمت ما زال ما خدمت يا زطشي أعطيك فاروق اليوم المنتخب الوطني هو حقق نتيجة نتيجة لخلاته يتأهل أنا شفنا اليوم في الاتحادية الجزائية للكيرو القدم بولا شارف بولا مشارف اشتاقل سنأتي الحديث عن بولا مشارف ما نحضلكش على البيت وش هو المشروع هذا خير الدين زطشي أعتقد أنه الشيء الإيجابي لديرو زطشي هو أنه جلب من الماضي بعدها بعدها فاروق بعدها ما كسرنا المنتخب الوطني اللي كان مكسر احنا كنا نصحه خطأ جدنا ارتكبنا أخطاء عديدة صحيح أن المنتخب الوطني ما شيف الفترة تعزدش اللي كان منهار كان مقبل الفترة تعزدش لكن كي جازدش لذا تكسر هذا المنتخب الوطني كسر هذو اللاعبين الدوليين أقول لك هذو اللاعبين الدوليين ما عندهمش سمحني سمحني غير هذه برك باش نكون ما كتير لأنه كينا حاجة نقولها لك المنتخب الجزائري لعب ضد المنتخب الطوغولي هكذا لعب مع المنتخب اللي شفناه يلعب مليح كورة ما شفناش المقابلة تعنا ضد المنتخب الجزائري قبل ما يلعب ضد المنتخب الجزائري فاريق اللي يلعب كورة اللي بس بيها ولي كان فاز خارج دياره اليوم كي لعب مع المنتخب الجزائري علش ما نقولوش باللي المنتخب الجزائري عرف كيفاش يصير مقابلته بالضغط حتى ونقول المقابلة المنتخب بين ضعيف ولكن طريقة لعب دعا المنتخب الجزائري عدنا بزاق ما شفناش روح القتالية يعني جاي سامحني الروح القتالية اللي شفناها عند اللاعبين ما شفناش آغون صدر عرف كيفاش نقوله بالماضي عرف كيفاش يدير تركيبة عرف كيفاش يستغل بعض اللاعبين في وسط الميدان عارفوا كيفاش يهجموا شفنا محرز اللي عدنا بزاف ماش مناش محرز في المنتخب الجزائري لا لا اختلفوا معنا أنا نجاي نوصل لك على الزتشي فيما يخص ريدا انت اي حاجة نعرفوا احنا كرة القادم نعرفوا باللي الريزولطات يغطوا قاع المشاكل تحسيدي يا ربي نهضرها بالأمية شوف حتى وتكون نتيجة ماش بعيدة لانه اليوم الزتشي راح تقول باللي راح يتغطى اقريب حتى لجواء لكوبدافريك ما نقلل اذا قللك كانت خطأ انه جاب بالماضي حتى وجارو طار بسح اليوم راح نتكاليفين لكوبدافريك تاجوا ان شاء الله تصفية قاتل هذا الفوز على الزتشي اختار بالماضي وفر له كل شيء لم يتدخل في صلاحيته أليس هذا مساهمة في هذا الفوز لم يتدخل في صلاحيته لانه بالماضي لديه شخصية كبيرة لانه بالماضي من بين مميزتها وانضباط من بين مميزتها بالماضي انه يحب يعمل بتفاني وبصيرامة اليوم انا شفنا الريس جلطة انا ماريش مختلف معك محمد كي تقولي على المنتخب جزائري شفنا بلي عنده الحرارة شفنا بلي لعبين مدوا كل ما عليهم لكن هذا الاذا سمينا احنا انجاز بين قوسين مالا شبش نتخباه مورا هنقولوا بلياتك صحة لا 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 ما نقوله احنا الوصفة المثالية والتشكيلة المثالية ليقابل بها فلا كوب دافريك اليوم هذا الانجاز اللي رانا نقوله عليه انجاز امام منتخب ضعيف محمد نحب ننكره ونشوف بقبل كان مليح ولا بصح في المباراة هذه كان ضعيف جدا ما لازمش نختر به ما لازمش نقوله احنا المنتخب جزائر لنا وصلنا وعدنا هدنا وعدنا مباراية ودية ارام جيين عدنا مواعيد ودية وحتى رسمية لازم نستغلوهم احسن استغلال وبعدها محمد فريق الوطني مازد في خدمة اليوم هذا الوزولتان لا يخسب لزوتش اسمع فاروز غيره ياتك صحة ما دلون هذا الماتج من ناحية التألعابين من ناحية الفيدرالية لانه على هايا في ميزك لو كان فريق الوطني خسر ضد المنتخب الطغولي اليوم موش أنا نتكلمه هنا في الأمور أخرى حتى وإنسان يغلق مرانيش حابين نديرو المنتخب الطوطني مرانيش ندفون ديفزتي ولا ندفون حتى الضتي وغلط دل ديبار غلط في أمورات أخرى اليوم بالك ويصلح في الغلطة التوعو اليوم بالماضي حتى وين جاء بالماضي اليوم بالك الراب بالماضي هو الراجل المناسب اللي رح يكون في الوطني شوف ريدا وش قالك قال لك عنده شخصية وهي شخصيته بالماضي كي كان لعب كانت عنده شخصية اليوم ما عرف كيف هي شي يتحكم في هذه المجموعة هذه المجموعة مايسهلة باش تجيب دي جوار باش باش تهدبتي باش تدير هذة كلها كويزيو باش تلعب بألك سيريور باش تعرف شكونوا ما ليكونوا تشفي لعبين مايسهلة فاروق ما نحن نهضروا على بالماضي يا محمد أنا نهضروا على زد شي لا بالماضي نهضروا أنا نبدأوا دوك نيطاليا أنا ما ستبعه نجاح اليوم نجاح مدرب ناخب وطني هو نجاح لرئيس اتحادية أنا أتحدث عن الواقع في الجزائر نجاح بالماضي هو نجاح لزد شي يا محمد هو نجاح للكورة الجزائرية أنا موافقك هذا يا فاروق لكن الأشياء ما لازم شدرك أن ننسبه هذا الإنجاز هذا لهذا الشخص لرئيس الاتحادية حتى أنه رئيس الاتحادية كما قلت محمد أخطأ في العديد من المرات ومازم أخطأ التعورة نشوفه فيها اليوم هذا نشوفه باللي بوعلام شارف استقال بوعلام شارف من الكفاءات الجزائرية الكبيرة نديروا علامة استفاء لماذا استقال لماذا استقال من قبله المدير الفن الوطني خلني كمنا لماذا استقال أيضا المدير الفن الوطني رابع شعدال وقبله تيكانوين وقبله توفي قوريشي لماذا كل هذه التغييرات في المركز التقني لسيدي موسى نشوفنا باللي أكتر من كل مدراء اللي راهم يتناوبوا على قدر شوفنا باللي المدربين كل هذه الفترة نحن را نقوله باللي ويخطئ يخطئ 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 معليش معليش ما كاش يعمل وما يخطأش لكنه محمد باش ننسبو هذا الإنجاز ونقوله باللي دار هدنا أنا بالنسبة لي ما دارش هدنا لأنه تكمل لك يا ريدا بش تكمل فكرة والله ما كو بيك والله ما كو بيك بسحة نقول لك حاجة يا ريدا تحبوا لتكار كونتي ساجيدة ريجولتا اللي اليوم فريق الوطني الأمورات يتخطئ يا ريدا هكي الأمورات روخلين نحن نعرفوهم العلميين يعرفوهم يعرفوا وش دير أخطاء وش دير أخطاء بسحة اليوم ريجولتا هذا يغطي بزاف سؤال حالناس تنسى شوية أمورات هذا الشيء أحب تقولك حال هذا حال هذا حال هذا في فائدة كرة القدم الجزائرية بيشير هذا التأهل لا سامحني ما فهمت سؤالي يا ريدا أنا أقصد بأنه كما قال محمد الفوز يغطي بعض العيب هل هذا في فائدة كرة القدم الجزائرية شو الفوز لا يغطي هل فيه الفوز شو محمد لو كانت نتيجة سلبية رح يتكسر المنتقب الجزائري مدام رحي نتيجة إيجابية رحي كان الديناميكية هذه ورح نصلحه أمور لأنه باش تقولي باش نخبه الغابة ما نقدره نخبه الغابة يا محمد لأنه لا فارتع النبا ما زالها لا 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 في المدى القريب يا أخي كان المدى القريب المتوسط والباعي في المدى القريب كان هناك أمور لازم تكون الاتحادية الجزائري لكرة القدم ترنصند لا فارتع النبا لأنه لا فارتع النبا يا محمد لو كان ما تتريغلاش في الوقت القانوني رح يكون المنتخب الجزائري وهذا التأهل إلى نهاية كأسه من أفريقيا في المحاك لأنه إذا ما تبقتش الاتحادية الجزائري لكرة القدم القانون والمدى 64 من قانون العقوبات التابعة للاتحادية الجزائري للدولية لكرة القدم رح الاتحاد الجزائري يعاقب باش يعاقب يعاقب بحرمان الأندية تاعه والمنتخب تاعه من المشاركة في المنافسات القارية نزيد لك حاجة فارو العنف اللي رح يستفح الآن رحنا في مرحلة الذهب مش نقول لك هذا العنف مرتبط مرتبط يعني نحن نقول لك مرتبط بزد شيء اليوم رحنا نشوفه باللي العنف رح وصل للذروة تاعه اليوم رحنا نشوفه الناس رح الناس يموتوا رحنا فيهم بحاجة دار وينها سكم في البيت تاعك اليوم انت تجلب انت أعطي لي مثال ورح نتكلموا عليها انت تجيبوا أنا مش هارف لنعاودها يخي هو عنده علاقته سيئة مع الصحافة وحقنا بس هذا لا يمنع باش نقول لك باللي كفاءة جزائرية مميزة اليوم هو رح علاش رح انت كيف تسنيلوا ان كونترات دي سين كون المدى البعيد وبدأ جيش يتحاسبوا على هانا ريسولتات اليوم علاش نطرحوا السؤال علاش هذا بوعله مش هارف رح وقبله 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 اليوم هذه الأخطاء إذا تعددت رح تأطر على المنتخب الجزائري وانا شفنا السقطات على رئيس الاتحادية الجزائري الكرة القادمة عندما كان يتحدث على المنتخب الجزائري اليوم الاتحاد الجزائري في فترة معينة حاول انه يكسر هذا المنتخب الجزائري مش قصدا تعتقد هذا رضا مش قصدا مش قصدا مش قصدا كان الله غالب كلي ما يعرفش قصدا انت النوايو اللي فيه محرز فيه إبراهيمي فيه العديد من اللاعبين المحترفين تقول كان خطأ فادح كبير من المنتخب الجزائري الكومينيكي المعرف واليوم تحب تنسب هذا الانجاز ليزلطي أنا ما نقدس ننسبه ما ما هو أو يقول رضا اذا كان هذا المرحلة على الفريق الوطني الجزائري يربح الأمور رح تتنسى عندما الانجاز اللي رح يتكاليف يحدى جزائر هذا هو الأشياء اللي عمد نقول لك انت رجبت كما قال لك من الأول الأشياء اللي غلط فيها سيد زجي غلط في أمورات كبيرة في الكاراز هم بعد مراهات الماجر اليوم شفنا مدرب تعنا ولد الفريق ولد الجنسية الجزائرية لبس به هسنا لبس به احنا من الناس اللي ندعمه هذا بالماضي علش ندعمه هذا بالماضي لأنه عبالك يا رضا انت كمدرب تجي الفريق الوطني الجزائري تسيب له مورال تعلق بين من حط رضا صدير الفريق معنويات مكاش رضا وباش جيب ريزيوتا ستي بار فاسيد باش جيب ريزيوتا ما مطقوه حتى وانه المنتخب مطقوه لي بان ضعيف لا اختلفوا لا اختلفوا معنا لا اختلفوا معنا ولكن انا من ناحية الزجي ما ننشي نوسي عليها ولكن نقول بالك وقت بالك يتحسن بالوقت بالك بالماضي تعيين بالماضي على رأس العارضة الفندية للمنتخب جزائري يحسب على ستي طيب هذا هذا يحسب على ستي طيب نعود فقط للوراء لما كان المنتخب الوطني متألق في فترة من الفترات كان الجميع يهلل برئيس الاتحاد الجزائري السابق محمد روراو رغم السقطات في البطولة المحلية كان فيه عنف كان فيه سوء تسيير كانت امور تحدث لكن الجمهور الجزائري كان دائما يرى في روراو ذلك الشخص أو الرجل الذي ربما الرجل المناسب في كرة القدم الجزائرية دون نظر سؤالي لماذا هذه الثقافة في كرتنا الجزائرية هل هناك مشكل في الرؤية في ثقافة تشجيل في أمور شوف نحب لنكرردك الكرة الجزائرية والكرة هي عثيون شوع الناس بلك نحيلوا بلك استغفراء يا ربي الخبزوا يقول لك الغير البانون خليني يشوف البانون ونتم التعبه لكن روراو بالمساوئ تاو ولا بالمحاسن تاو كانت عنده مواقف هذك المواقف خدموه خدموه نعطيكم بيات خدموه بالمنتخب الجزائري شفنا المواقف تاو في 2004 شفنا المواقف تاو في 2009 في أم درمان لشفيت شفنا دار عمل كبير فيما يخص المنتخب الجزائري لكن هذا المنتخب الجزائري ما قابلوش عمل كبير في البطولة المحلية شفنا في البطولة المحلية كانت منهارة وحنا كنا يا فارق كنا جونا ننتقده في العام نقوله كيف هذا السيد هذا حكم غير المنتخب الجزائري منسى البطولة الجزائرية هل يوم ندفع ثمن إن صح القول إذمال غير مباشر لكرة القدم الجزائرية في كل مرة رو رو حتى أصبح يصنف بأنه رئيس المنتخب الوطني وليس رئيس الاتحافة الجزائرية أنا أقول لك حاجة برك لأنه لماذا الناس تحب فرق وطني كما قال لك ريدا لأن الكرة الجزائرية رأي في كاريتا رأي غير في المشاكل رزمانا كانت لابس بيعة ومن بعد اليوم تخلطت ولينا لما نعرفوا الشامبيونة من الثنين من الثلاثة من الآربعة من الخميس من الجمعة زيد الشيء اللي ما نش حبيقا نشوفه العنف اللي راه كاين العنف كاريتي الشيء اللي شفناه مولو ديات العاصمة مع اتحاد بالعباس الأنصار اللي شفناهم طريقة هذيك شفنا عدة مقابلات في البرج جاية صدير ولينا الشعب الجزائري ما عنده حاجة في شامبيونة تهموا الفريق الوطني يتم قاعد الناس مجهة الأمر تحا للفريق الوطني الجزائري هل تعتقد أن الزدشي سيستكمل فقط في المنتخب الوطني وهو الذي أعلن عن أربع ماركس للتاكوية سمكوين لك سمكوين لك سمكوين لك المتفق عليها بالكورة الجزائرية اليوم سوارة وراوة سواصلتي لازم لي بوفور بيبليك لازم السلطات العليا في البيان تتبع برنامج يا فارق خمسين سنة وحنا هادروا باللي ما نقدروش نطوره كورة القادمة الجزائرية مادم أنه ما عندناش ملاعب ملاعب بلي نورمبرغ ما نقدروش نطوره الكورة الجزائرية مادم ما كاشتك قاعدة وين في الأندية ماشي في الاتحادية الاتحادية كي تبني مراكز وحنا عدنا المراكز كانت قادرة تدعم الأندية بالمراكز يكون عندها من الشروع بسعن تابعش تبني تابعش تبني ديشان يا فارق الوقت ما رحش يسمح حنا اننا كيما نقولو احنا نكمنوا مع هذو المشاريع الكبرى اليوم الاتحاد الجزائري مطالب باش يكون عادل مطالب باش يطبق القانون اليوم علش بالماضي بين قوسين نقولو بالليبي قوسين ما زال نجح في المنتخب الجزائري لأنه لأنه عادل قالك وعيدو بحث كل الأوراق على جميع اللاعبين دون استثناء عنده شخصية عنده شخصية رح نستدعيه ما يلعبش منيح احنا بكري في لسان ترينير اللي جازوا على المنتخب الجزائري كنا نقولو هايو يجيب جوار اللي عنده خمسين سنة ما لعبش اليوم نشفنا قاعد الجوار بيرفورمو الجوار اللي عنده سنواصل الحديث ضيفي الكريمين محمد خزروني وأيضا رضا عباس فاصل ولا نعود أهلا بكم مشاهدنا الكرام من جديد لهذا نقاش على المباشر كنا نتحدث عن فوز المنتخب الوطني وتدعيته على رئيس على الاتحاد الجزائري لكرة القدم ورئيسه خير دين زدشي الذي يبدو في سؤال خير محمد هل اليوم الزدشي أو الجمهور الجزائري ومحيط كرة القدم جزائري المتابعة لكرة القدم سيخففون الضغط عن زدشي بطريقة غير مباشرة سيركيزون على الفوز ربما لا نرى انتقادات كثيرة في الفترة القادمة صح ريزيوتا قلت لك نحي الناس نسات أنا واحد من الناس تتروح للشارع البر تسيب الناس تتكلم على الريزيوتا تقول بلي الفريق الوطني فاز وليوم بدنا نشوف اللي لازم تكون اللي ما شفناهاش بعض اللاعبين اللي كانوا مهمشين اليوم صبحوا يلعبوا في الفريق الوطني الجزائري ولكن كان أمور أخرى ما نجموش نتكلمه نقولك كل يوم هذا الماتش رح يغطيه بزر سوالة هل أمورات وحد أخرين اللي لازم يجيين شاهد كيف يقول وريطا يخدمه ويجهد السرطة الفيدرالية الجزائرية حتى ما عليها أنها تزيد تخدم لأنه ما شد على بلك أنا البارح شفت مقابلة كبيرة ما بين البرازيل مع الكاميرون مقابلة في مستوى عالي احنا نتمنى الفريق الوطني الجزائري يكون بهذا المستوى ونحن ما نشكوش الفريق الوطني الجزائري إذا خلوا الشخصية بالماضي ريبانت بانت بسكو عليا بالماضي عندو بيسونايت كبيرة نطيك 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 هالي لوزيتش وش نيار كتعندو كتعندو شخصيتو مكاج اللي يدخل في أمور تخدمته اليوم بالماضي بلك ما نجمش نقوم بيناتهم ولكن نفس الظروف ونفس العقلية نقول المنتخب الجزائري ريزيط هذا الليدر كان ريزيط بوزيتف وشعب الجزائري فرحان بهذا المنتخب حتى ونحن ما نجمش يقوله المنتخب الجزائري وصل مزاد كائنا خدمة كبيرة للمنتخب هذا ولكن بالوقت رضا هل تعتقد بأنه المنتخب الوطني الآن يسير في الطريق الصحيح هل تعتقد بأنه الأقلام والأطراف التي كانت تنتقد زدشي لمجرد رؤيته في الاتحاد الجزائي الكرة القدم ستغير نظرتها بنجاح المنتخب شوف انتقلت في بداية النقاش بأنه أنا لست من الناس اللي ينتقدوا من أجل الانتقال لا لا شوف نقطة من عدة نقاط اليوم نجاح المدرب الوطني حتى المنتخب الوطني ولو أنه ما نقلش نقوله نجاح يا فاروق لأنه أولا ما زال ما وصلناش حتى بالماضي في التصريحات وقال أنا ما زال ما وصلش لليقين اليقين وين نقدر أنا نروح بالمنتخب نروح بالمنتخب إلى نهائية كأس من الفريقية بهذه القوة بهذه القدام اليوم ما زال لو يبحث عن التشكيلة المثالية يبحث عن معالم التشكيلة ليقدر بها يقابل كما نقول احنا مع الاخرين نقطة هذه تحسب على زد شيء صحيح أنا نقولك باللي التعيين بالماضي أولا يحسب على زد شيء لكن ما لازمش هذه النتيجة تستطر ولا نستثمر فيها ونقول احنا نجحنا وهذا الاتحادية رهي نجحت ولا الضغط ينقص شوف الضغط الضغط يا محمد لازم ينقص باش بتطبيق القانون ينقص باش بالقرارات الصائبة ماشي بالقرارات الارتجالية الضغط ينقص باش بالناس اللي يكونوا انتوري هذا الانسان تعزدش احنا مراش نشكه في النواية تأخير الدين لازم لانه صحيح انه نجح ربما في نادي باردو نادي باردو اللي ما عندوش الضغط يقدر ينجح في الاتحادية لازم باش ينجح في الاتحادية يسمي يكون انتوري الناس نزهاء الناس يورون وين راح القرارات الصائبة ماشي هادو القرارات اللي من اللي جاء من عشرين مارس الفين وسبعتاش لحد الان قرارات كاريتية غير امور اللي ما تسجعش نرح ندو اليوم لمنتخب جزائري تأهل الى نهائيات كأس ومن في الغ نقولوا باللي السيد هذا يعطيه الصحة وبرك الله فيه نعرف انه من لا يعمل ربما لا يخطئ لذي معروفة في كرة القادمة نمر الى موضوع اخر دائما مع المنتخب الوطني وجوه جديدة شاهدناها في مباراة الطوغو بالامس فقط كان حلمها لعب في المنتخب الوطني ولكنها برهنت بعد ان عاشت ظلما في فترة من الفترات شكرا لمحمد على هذا التقرير ريضا في سؤال فقط لماذا او هل فعلا فيه اسماء ظلمت في المنتخب الوطني من قبل ولا من الآن منذ بوروزها يعني جمل بالعمري شيتا بالليل وما زال اسماء كل مرتبط بشخصية المدرب الوطني اليوم المدرب الوطني شاف باللي لعبين من امثال بالعمري ولا شيتا شيتا بقوسين هاولي اجعلي الاضواء باش نتسمع التاريخ هذي هذو هو المدرب هو اللي شاف باللي فاروق رح تشاطرني الرأي مقبل كناش نشوفوا لعبين كبار بارزين شفنا شفنا في البوطولة المحلية لعبين توجي سموية مع المشاكل يكاين يقدر كنا نعتمدوا إلا على اللعب المحترف اليوم بالماضي شاف باللي التركيبة شفنا باللي مقبل قالوا ما اشت تحضروا لي البوطولة المحلية وتوم على بالكم ببوطولة المحلية ضعيفة لكن هذا لا يمنع في إحدى الحصص الندوات الصحفية قال إذا كان واحد في طمان رأسوا لف أضرار والفتين دو رح نشوف اليوم أوشاف لعبين قادرين باش يمدوا الإضافة للمنتخب الجزائي في فترة معينة لأنه باش ما نروحوش للك الدبات محلي ولمحترف باش انت تعيق البلوس البلوس بالزنفر أولا تنين المدرب الوطني الحالي هذا خلى خلى كاين تنافس داخل اللعبين أنا شفنا باللي في المدربين السابقين شفنا باللي تلعب ولا ما تلعب شأنت يعيط لك قال فاروق أنا صاحبين يعيط لهم اليوم الصرامة والأحسن والملح الفورص جسدها اليوم بالماضي سامحني بالماضي قال باللي الأحسن يكون في الميدان احنا كانوا لعبين ماشي متعدشين اليوم شفنا لعبين متعدشين كان لعبين اللي تقول عليهم جدد الشيكال بليلي بالعمري عطال اللي كانوا هادو قاع في الشامبيونتات الزائر اليوم صبناهم في فريق الوطني الجزائري لأنه هالخارطة تغيرت في المنتخل الوطني محمد الخارطة تغيرت كان الجمهور الجزائري لا يرضى تماما ربما في رأسه بأنه المستحيل بأنه لاعب محلي يكون ضمن هؤلاء الأحد عشر فاروق باش ما تشيو حتى واحد الفوتبال في الكرة القدم كرة القدم دفع سيلا فورم اللي تهدر لأنه بعض اللاعبين اللي كانوا في هاماس بعد ما جابوا اللاعبين اللي لابوا في أوروبا المستوى الجنسية بعد اللاعبين اللي ورجوا الجزائر ومباد شغل خلاص لابوا ومباد سابروح السليم ممجوار صدين الكونكيرانس ما كيش من الشامبيونتات الجزائر هي في الجزائر نقولوا بلي كينا بطولة دائفة ولكن فيه اللاعبين مميزين اللاعبين اللي بس بهم عندهم مستوى لطولهم لطولهم لشانس ويتطيلهم لشانس في الأفريق صدر سيديز أفريكا احنا نلاعبوا في بطولة أو كؤوس إفريقية احنا شوف الفرق تواعنا اللي تلاعب ضد الفرق ضد الفرق إفريقية وقدر شوفنا بلي عدنا اللاعبين وحنا اللاعبين تواعنا الجزائرين اللي اللاعبوا في البطولة الجزائرية. كي لا بوال اكستيريور سيدي جوار اكسلون. اليوم عنا ضروف اخرى عنا في الجزائر. احنا رانا نتكلموا على العنف رانا نتكلموا على كلش ولكن انا نقول بلي اليوم بالماضي دار عام الكبير. شوف صرالو علشاني اني نقول لك هنا يا كمباريتو لاليلوزيج. لامم شون سليماني سوداني كي جال لاليلوزيج طالهم لاليلوزيج شوف اي مدرب ما تعلوش لاليوم الليوم الليوم اللي جين باريخ الوطن الجزائري عطالو يلعب مع المدربين يلعب 10 منت 20 منت اليوم اللي يلعب مخاب الهدار في البطولة القطارية مع المدربين شيتا c'est un جوار دوسيج شيتا لم يكن شيتا لأنه يلعب عن العنف صارحة صرحة لاليلوزيج بلاي لي سلامي مش روز حتى وغلط يا خيار دغنا تكلمنا بلاي بسح شكل يرام يدير اللي بونجور دو ترجي شكل يرام يدير ترجي اليوم ترجي ده كأس من الرابطة اليوم سياقراسة الشارك هو احنا نجم نقول 60 بالمئة من شعبية كبيرة في كريس كبيرة رضا بعض في موقع التواصل الاجتماعي الجمهور الجزائري بعض يقول بأنه بالماضي استعان بهؤلاء اللاعبين لأنه الأرضية استيناعية فقط وأنه سيعود للعبين اللي متعودين نشوفهم في المنتخب الوطني بالله أشوف مصطلح السوسيال عند بالماضي ما تشعر في الوقت الحالي اللي يسحقوا المنتخب الجزائري يجيبوا لك ما اعتقدش أنه غدوا ينحيهم ولا يحوس على الوصفة الميتالية ولا التشكيلة اللي رح يقابل بها كان نقطة بركة فاروق ولا محمد بلاكي شاطروني لازم نوضع الأقدام تاني بالماضي دير بالماضي دير بالماضي صح هو أهل المنتخب الجزائري ما زي ما شفناش العمل تاعه أمامه منتخبات كبيرة بس كما قلتها محمد ولا حتى فاروق يشاطرني الرأي وحتى ربما الرأي العام يشاطرني الرأي ما زي ما كاشعدنا أنا شفنا مع البنا في الكسيرير المنتخب الجزائري دير دي شواء طاكتيك وحتى عملية انتقال اللاعبين ما نجحش فيها ما نجحش فيها اليوم نربحنا ما عليش كمان اليوم اليوم بارفقة في اللاعبين واتقارين والله راه يحول نجحو نجحو يسورو شارش اليوم حاجة الأكيدة اللي نقدره ونخرجه بها هو أن هذا السيد عادل مع اللاعبين تاوي عادل هذا السيد هذا عادل اعتبار لبعض اللاعبين اللي كنا احنا نشكوا رحنا أبعد من ذلك في الوطنية احنا شفنا بني لعب محرس أو سجل هدفين شفنا هذيك بينه وبين المدرب اليوم هذي اللاعبين هذو حتى اعطائه الفرصة للعديد من اللاعبين شفنا عالطال كنت تحضر على بونجا شفنا العديد من اللاعب هذا يحسب على بالماضي لكن ما لازمش نضخمه الأمور ولا نبصه الأمور كيما كنت فاروق يا فاروق لازم نكمله نكمله على هذي اللاعبين نقول لك حاجة يا بركريدة شوف اللاعبين باللعابين وبالماضي الشي اللي كنت نوقته لك يكون نتصر جمه قبل كيف كيف صورة على العديد شوف يا ساعة شوف هذا في المنتخب الوطني ما كانش عادنا جزنة في وقت كانت هذا ما يتكلم مع هذا اليوم عرف كيفاش المجموعة يعرف كيفاش يسيرها لأنه ما يسأل أنك بس تسير المجموعة بسكو ليفيسير وعالين قد يلعب الفوتبال يعرفوش قيمة ليفيسير اليوم المنتخب الجزائري حبي يراجوني الفريق هذا حبي يدير كتلة حبي يدير مجموعة واليوم هذه المجموعة نجح تصيبه قبلها ضد المنتخب الطغولي بالك اليوم هذا باب يفتح للمنتخب الوطني الجزائري هل مثال فهل بلايلي سيكون منافس قوي لإبراهيمي هل تعتقد بأنه أخذ مكانه في المنتخب أنا قلت بلايلي أنا بور مو ستن نكسيلان جوار يجب أن يكون يسيطنين في المجموعة هذا مكان كله يكون بلايلي يسيطنين في المجموعة وي تأعلم يتعلم يتعلم تاكتكما أنا بور مو يليل ميور جوار أكتوالما ولا رح يكون ميور جوار تلك المنسون نمر إلى موضوع آخر آخر الأخبار بأنه بواليام شارف كما ذكرنا استقال من المدرية الفنية المنتخب الوطني ما رأيوك في هذه الاستقالة في كلمة لأنه صنع الخيطة واستقال هو لأنه شعر أنه غير مرغوب فيه في الاتحادية جسدية للكرة القادمة محمد استقالة شارف أنا قلت له كان كي استقال سعدان كان يروح معه تعتقد بأنه تغيير سعدان وشارف كان مهم في المنتخب شارف كان هذا كل وقت كي استقال سعدان كان هذا كل وقت كان تقالي كيب نورما مطرح هذه اللي عنديه ضيعنا موهيبة ضيعنا كفاءة ضيعنا كفاءة كفاءة إليه أجور في المناهج التدريبية العالمية ضيعنا كفاءة طيب كانت قادر تحسب نزد شي سنتحدث عليه سنتحدث عن هذه الاستقالة وربما ننتظر الوجوه الجديدة في المديرية الفنية رضا عباس شكرا جزيلا لك محمد خزيني شكرا جزيلا لك في مناسبات أخرى إن شاء الله أنتم مشاهدين الكرام أشكركم على كرام الإصغائي والمتابعة في أمان الله